اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين لمواصلة تنسيق الجهود الدولية والعمل المشترك من أجل ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بخطوات مدروسة بما يدعم استمرار وطيرة التنمية بما فيها صالح المنطقة وشعوبها وقال سموه إنما تم تناوله من مواضيع هامة في منتدى حوار المنامى 2018 يحمل نبرة تحمل التفاؤل بظهور فرص للتوصل إلى حلول لبعض التحديات الملحة مشيرا سموه إلى أنه من الضروري أن يتم البناء على هذه الإمكانيات والفرص للتعامل مع التحديات الدولية بما يتيح المجال للتوصل إلى حلول مستدامة ولدى لقاء سموه بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة مع السيد ألسير بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة والسيد توبايس إلوود وزير الدولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق الذي ضم نوابا ومسؤولين عسكريين في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامى 2018 في نسخته الرابعة عشرة نوه سموه بعلاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة التي تحرص البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على البناء على الأسس الراسخة التي تتميز بها مشيدا سموه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر في التعاون والتنسيق على كافة الصعود ونوه سموه بما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تنام مستمر مما أسهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة كما تناول اللقاء جملة من التطورات الراهنة إقليميا ودوليا وأشهد السيد ألستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة والسيد توبيس إلوود وزير الدولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق بما حققته مملكة البحرين من تقدم في مختلف مجالات التنمية بقيادة جلالة الملك المفدى مؤكدنا حرص المملكة المتحدة على مواصلة تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين في جميع المجالات الحيوية كما أشاروا إلى أن حجم الوفد المشارك في منتدى حوار المنامة وتنوعة يدل على قوة العلاقات مع مملكة البحرين والحرص على المشاركة في هذا المنتدى الدولي الهام اشتركوا في القناة